عيلي بعينه لا هوتي بهيئة ناسوتي سمعت الست غدير تقول يقول إني خليفة الله لا يا غدير يقول إني أنا الله أنتوا ما تقدروا تلفظوها تخافون معتها أنا أقلكم أنا على بيّنة من أمري إني أنا الله يقول علي عندنا يملك الكون علي عندنا خالق الكون أخي الكريم أنت تتكلم عن علي الصحابة ولا عن المعصوم لا علي المعصوم علي المعصوم خلقك وخلق غمك وأبوك وعشرتك كلا فإنت ما لك حق تحاسبه قائمة آل محمد كل هذا ليعلم الناس أنت الرب والإله الذي يحج محمد خالق الكون كله وخالق عيسى أن الإمام هو الله والله هو الإمام أن المقصود والمراد من معنى الله في القرآن هو علي بن أبي طالب سلام الله يعلم يقول علي بن أبي طالب لو شاء أن يقلب الكون لقلبه كفار قريش لما طلبوا من رسول الله في القرآن قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً كان يهددهم أن الله سيسقط السماء عليهم كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلة في الأخير قال الله عز وجل قل يعني قل لهم يا محمد في الرد على طلباتهم اللي منها أسقاط السماء وتفجير الأرض يا نبي عفواً وإنشاء بساتين وإلى آخر الطلبات من الأمور الربوبية التي لا يفعل إلا الله قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد يعني سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً على ماذا تعترض علي في ديني أنا موحد لا أدعو إلا الله أنا أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وأخذ بظاهر القرآن وأعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن قلها بالأسانيد الصحيحة ناقشني في ديني لا تناقشني فيما فعل غيري ناقشني أنا ماذا تنتقد علي في ديني بينما أنا أقول لك إنك تدعو غير الله فتقول يا علي ويا حسين ويا زهراء ويا مهدي أنت تطوف حول قبر وأنا أطوف حول الكعبة أنت تدعي تحريف القرآن وأنا أعظم القرآن أنت تخاف غير الله أنا لا أخاف إلا الله أنت ترجو غير الله وأنا لا أرجو إلا الله أنت تستغيث بغير الله وأنا لا أستغيث إلا بالله أنت تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسب أولياء الله الذين مجدهم الله في القرآن وأنا أمدحهم وأثني عليهم تطعن في عرض النبي ترجمة نانسي قنقر